اشتركوا في القناة وانه رسالة بالتزامن مع اعلان مكتب الكاظمي ان الاخير سيبحث مع الجانب الايراني سبول ابعاد العراق عن استخدام اراضيه ساحة لصراع مع امريكا لقاءات ومباحثات ابرز نتائجها هو رفع شرط الحصول مسبقا على تأشيرات الدخول امام الزائرين الايرانيين القادمين عن طريق المطارات وهما سيكبد العراق خسائر تقدر بنحو 120 مليون دولار سنويا الكاظمي لم يخرج من الزيارة دون مكسب شخصي فبحسب وسائل اعلام محلية فان مصدر الرفيع المستوى اكد بان ايران اعلنت بشكل واضح وصريح دعمها للكاظمي للحصول على ولاية ثانية خلال المرحلة المقبلة في تبادل صريح للمنافع طهران التي تستحوذ على مغانم العراق لا ترغب في تحمل اي مغارم حيث اكد موقع ميدلست اي نقلا عن سياسي شيعي مقرب من ايران قوله ان الميليشيات اليوم قادرة على اسقاط الحكومة والسيطرة على بغداد في غضون ايام ان لم يكن في ساعات لكنها لن تفعل ذلك لان الوضع الحالي يخدم ايران ووكلاءها اكثر من اي شيء اخر لذلك فان طهران لن تكرر تجربة استقدام رئيس وزراء موال تماما لها كما حدث مع عاد العبد المهدي بهدف عدم تحمل المسؤولية عن الفوضى والنائي بالنفس عن الخراب الذي يضرب اطنابه في ارض العراق اشتركوا في القناة